السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات هل سمعت عن المتحور الجديد ستراتس؟ هذا الفيروس ليس مجرد نسخة أخرى من كورونا بل هو خليط متطور ينتمي إلى السلالتين الفرعيتين XFG و XFG3 الدراسات أظهرت أنهما تمتلكان قدرة أعلى على الانتشار حتى بين من تلقوا التطييم أو اللقاح أو من تعافوا من العدوى سابقا لكن ما مدى انتشاره في إنجلترا المملكة المتحدة تشير البيانات الأخيرة لوكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن XFG تمثل أكثر من 38% من الحالات بينما XFG3 أكثر من 32% يعني غالبية الإصابات الجديدة تعود بهذا المتحور وهذا يطرح سؤالا مهما هل يمكن أن يستمر الانتشار بنفس السرعة؟ الأعراض مزيج من بحة الصوت التي تميز هذا المتحور إلى جانب السعال الحمى الإرهاق وفقدان الشم والتذوق وهذا يجعله أشبه بسلسلة من العلامات التي لا يجب تجاهلها ومن يسأل هل تختلف هذه الأعراض عن متحور ديلتا أو أوميكرون؟ الجواب نعم البحة والصوت المبحوح أصبحت أكثر وضوحا وملازمي للعديد من الحالات بينما كانت الأعراض السابقة أكثر تركيزا على الحمى والسعال الجاف وهنا يظهر الخطر طويل الأمد ما يعرف بكوفيد طويل الأمد أو لونج كوفيد حيث تستمر الأعراض لأكثر من 12 أسبوع تشمل الإرهاق الشديد ضيق التنفس ومشاكل التركيز بالذاكرة وآلام العضلات والمفاصل إذن العدوى لا تنتهي عند التعافي بل قد تترك آثارا مستمرة على جسمك وعقلك ودماغك والتعافي من كورونا هل يعني نهاية القصة؟ للأسف الحقيقة أكثر تعقيدا فالدراسات تشير إلى أن بعض المصابين يواجهون أعراضا طويلة الأمد تشمل الإرهاق الشديد وضيق التنفس وآلام المفاصل والعضلات بالإضافة إلى مشكلات في الذاكرة والتركيز تخيل أن تصحو كل يوم وأنت مازلت تشعر بالتعب وكأن جسدك لم يخرج بعد من المعركة هنا تظهر أهمية دراسة المعهد الوطني للصحة الأمريكية والتي تقدم رؤية واضحة حول آثار العدوى المتكررة بفيروس كورونا خاصة بين الأطفال والمراهقين فقد أظهرت النتائج أن الإصابة بالفيروس مرتين أو أكثر لا تقتصر على ظهور الأعراض قصيرة المدى فحسب بل تزيد بشكل ملحوظ خطر المضاعفات طويلة الأمد بما في ذلك كوفيد طويل الأمد أو لونغ كوفيد الذي يتضمن إرهاق شديد وضيق تنفس وآلام مفاصل وعضلات ومشاكل بالتركيز والذاكرة ومن بين المضاعفات الأكثر خطورة والتهاب عضلة القلب مايو كاردي تايس الذي قد يهدد الحياة إذا لم يشخص مبكرا وأيضا تجلط الدم وبشكل خاص عند الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس مرتين أو أكثر هذه النتائج تطرح سؤالا مهما هل نكتفي بالانتظار بعد التعافي أم نتابع صحتنا بعناية لذلك تصبح المتابعة الطبية بعد التعافي أمرا ضروريا للأطفال والبالغين الكبار على حد سواء بما في ذلك الفحوصات الدورية قياس وظائف القلب والدورة الدموية ومراقبة أي أعراض مستمرة أو جديدة لضمان الكشف المبكر عن المضاعفات قبل تفاقمها ابقى معي سأتحدث بعد قليل عن أمور هام جدا كيف يمكن الوقاية وكيف تدعم منعتك قبل أن تصاب هل تعلم أن الوقاية من كورونا لا تبدأ عند الإصابة بل قبلها اللقاح والجرعات المعززة هام جدا ليس فقط لتقليل احتمالية الإصابة بل أيضا لتخفيف شدة الأعراض والمضاعفات خاصة مع ظهور متحور الذي ينتشر بسرعة بين الفئات المختلفة لكن الوقاية لا تكتمل إلا بالالتزام بالإجراءات الوقائية اليومية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتهويت المنازل والمكاتب كلها خطوات بسيطة لكنها حاسمة التزم بها دائما ولا تعتبرها أمورا ثانوية إضافة لذلك النشاط البدني المنتظم يعزز مناعة الجسم ويحافظ على صحة القلب المشي الركض أو حتى تمارين منزلية قصيرة وبسيطة ترفع قدرة جهازك المناعي على مقاومة العدوى ولا ننسى الحفاظ على وزن صحي فالبدانية وزيادة الوزن تزيد من مخاطر المضاعفات النوم الكافي هو عنصر آخر لا يقل أهمية فهو الوقت الذي يجدد فيه الجسم خلاياه ويقوي دفاعاته وتقليل التوتر والضغط النفسي يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى فالقلق المزمن يضع في الاستجابة المناعية باتباع هذه الخطوات المتكاملة يصبح جسدك إن شاء الله ليس فقط محميا من كورونا بل أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات صحية مستقبلية لكن هل تسألت يوما لماذا بعض الأشخاص يتعافون بسرعة من العدوى بينما يستمر الآخرون وهم يعانون السر غالبا يكهم في التغذية اليومية فالأطعم التي نتناولها ليست مجرد مصدر للطاقة بل هي وقود لجهازنا المناعي ودرع أمام جميع الأمراض فيتامين سي وفيتامين دال ومعادن الزينك والسيلينيوم هذه العناصر لا تساعد فقط في تقويض جهاز المناع بل تلعب دورا كبيرا في محارب الالتهابات والفيروسات هل تتناول دائما فاكهة غنية بفيتامين سي أو وجبة تحتوي على أسماك أو مكملات غنية بفيتامين دال هذه الخطوة الصغيرة قد تصنع فارقا كبيرا في مقاومتك للأمراض بشكل مذهب وتذكر دائما أن تتناول البروتينات الصحية سواء من اللحوم البيضاء الأسماك أو البقوليات فالبروتين يدعم إصلاح الأنسجة وتقويض العضلات ويعزز القدرة على التعافي بعد المرض أو التعرض للفيروسات واسأل نفسك دائما هل نظامك الغذائي يحتوي على بروتين كافي؟ الترطيب أيضا عامل أساسي فشرب الماء بانتظام يحافظ على أداء الخلايا المناعية ويساعد في التخلص من السموم هل تشرب كمية كافية من الماء يوميا؟ إذا لم يكن كذلك فكر في تناول 2 إلى 2.5 لتر ماء خلال ساعات يومك وأخيرا يجب تجنب الأطعم المصنعة والسكريات الزائدة فهي ليست مجرد سعرات فارغة بل تزيد الالتهاب وتضع في الاستجاب المناعية هل تدرك أن قطعة حلوة أو مشروب غازي يوميا قد تؤثر على قدرة جسمك على مقاومة العدوى؟ باختصار التغذي الذكي ليست مجرد اختيار صحي بل استثمار يومي في قوة جسمك ومناع أفضل وطاقة أكبر لمواجهة أي تحديات صحية بما في ذلك متحور ستراتس أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو دروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي والصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتور أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائد والخير عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته